سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما اليوم أغلب مواضيع بانوراما اليوم هي ثمرة اللقاء المطول الذي جمعنا في منتدى التفكير الاستراتيجي مع ضيف عزيز يمثل حركة المقاومة في غزة رئيس مكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية الذي قدم تدفقا فكريا استراتيجيا سياسيا معلوماتيا أثرى أن جلسة وأغنى معلومات الحضور وفتح نوافذ كثيرة على التفكير والرؤية والمداخلة القيمة العميقة التي قدمها رئيس الحكومة العراقي السابق المثقف والمفكر الدكتور عادل عبد المهدي بالإضافة إلى المساهمات الغنية التي قدمها كل من الأساتذة معم بشور والدكتور زياد الحافظ والدكتور حسن نافعة والأستاذ علي مسعود المعشني وجمع آخر من الزملاء المشاركين والزميلات المشاركات في هذا المنتدى الذي جمع في الحقيقة نخبة من منتديات سيف القدس وشباب سيف القدس ومنتدى التفكير الاستراتيجي في إطار المواكبة التي تقوم بها المنتديات لما يجري في فلسطين وما يجري على جبهة لبنان والدور الذي تلعبه في حماية وتعميم وتزخيم ثقافة المقاومة والقراءة التي تجريها المنتديات لاستكشاف واستشراف الأفاق المقبلة ورسم المهام والخطوات الواجبة في صناعة الخطاب السياسي والإعلامي طبعا في المنشات للبناء حضرت كلمة الأستاذ إسماعيل هنية الذي رسم أفق مقاربة المقاومة في غزة لكن ما اخترناه كان بالإضافة إلى الموقف من المسار التفاوضي الذي كشف فيه تفاصيل غاية في الأهمية تحدث عن أن النقطة تفوق للمقاومة على الكيان بالإضافة إلى النقاط التي نعلمها لكن قال أن محور المقاومة يقدم للمقاومة عمق استراتيجي جغرافي لا يملكه الكيان من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى إيران طبعا ملفت هنا الأرياحية في ذكر سوريا بصورة تؤكد عمق المسار الذي سلكته العلاقة بين سوريا وحركة حماس ثم يؤكد بأن المقاومة متمسكة بشروطها وهي منفتحة على كل الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أهدافها لكنها قوية من جهة ببسالة قتالها ومن جهة بصبر شعبها لكن من جهة ثالثة بأن الجبهات المساندة التي تؤرق ليلة الاحتلال ربطت التهديئة عليها بتهديئة جبهة غزة فالمنشت سيكون مهما في هذه الحلقة من فانوراما ثم كلمة الأستاذ هنية كانت محورا لمقالتي في نقاط على الفروف لكن لم يغب عن التعليق السياسي بعد حضرة في المنشت أيضا وهو كلام نتنياهو الجديد بعد تهويل وحديث عن الحرب وترويج وتسويق للحرب نتنياهو يقول أنه إذا حصلنا على الأسلحة التي نريدها من أمريكا سيكون بمستطاعنا تحقيق النصر في غزة يعني لا نصر في غزة قبل الأسلحة ثم يضيف وسيكون ممكناً مش أكيداً سيكون ممكناً تحقيق الردع في وجه حزب الله في لبنان فإذا هو يقول بالمقلوب إذا لم نحصل فنحن لن نستطيع لا تحقيق النصر ولا إنجاز مهمة الردع فهذا في التعليق السياسي ثم خفايا وكواليس